رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد أيها الصائمون المباركون حياكم الله عز وجل وبيَّاكم وسلام الله عليكم جميعا لازلنا نعيش مع حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله فقال يا رسول الله أي الناس خير أو أي الناس أفضل فقال عليه الصلاة والسلام من طال أمره وحسن عمله ثم قال أي الناس شر يا رسول الله قال من طال أمره وساء عمله ففي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كعادة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وأن الأعراب أيضاً يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن أمور دينهم هذا الرجل قال يا رسول الله أي الناس خير هذا يريد من أفضل الناس يعني بعض الصفات بعض العلامات التي تدل وتبين أن هذا الإنسان هو من أهل الخير ومن أهل الصلاة وهي أمارات فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث من علامات ومن أمارات الخير ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وما سنشرحه معكم بإذن الله عز وجل قال يا رسول الله أي الناس خير أو أفضل قال من طال عمره وحسن عمله فهذه الصفة من صفات أهل الخير لمن طال عمره وحسن عمله يعني زاد في زيادة الخير وزاد في زيادة البر كالذي عاش وتوفي قبل رمضان فالذي عاش بعد رمضان والذي توفي قبل رمضان فهذا الذي عاش وتوفي بعد رمضان زاد في الأجر والثواب يعني زاد الصلاة زاد الصيام زاد القيام زاد الدعاء زاد الصدق والذي توفي قبل رمضان يعني قطع عمله فلذلك يحثنا النبي عليه الصلاة والسلام عماد فالذي يطيل الله تعالى في عمره ويزيد في الحسنات أفضل وأحسن من الذي يطيل الله تعالى في عمره ويزيد في الشر والعياذ بالله فلما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث حاري بنا أن ندعو الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا لأنه يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى فيقول اللهم أطي العمر في طاعتك يعني أطي العمر حتى أزيد في الحسنات وحتى أزيد في الطاعات حتى أزيد في القربات حتى أزيد في الصدقات فهذا جائز أو أن يقول لهم أحيني ما علمت الحياة خير لي إذا رأى الإنسان أنه كثرت عليه الفتن والمحن يسأل الله عز وجل يقول له إن كنت تعلم أن الحياة خير لي فازد في حياتي وإن كنت تعلم أن هذه الدنيا زيادة لي يعني في الشرف الفتن فاقبضني إليك غير مفتون يا الله هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على ذلك من طال عمره وحسن عمله هذا خير وأفضل ثم قال يا رسول الله أي الناس شر والعياذ بالله شر الناس من طال الله في عمره وسأ عمله كم عمرك ستين سنة لا يصلي كم عمرك أربعين سنة لا يصلي كم من إنسان يحضر الجنائز ولا يصلي كم من إنسان يسب الله تعالى ويشتم كم من إنسان عاقل والديه كم من إنسان يتعامل بالربا والرشوة والخيانة والسرقة وغيرها من كبائل الدنوب وهو في سن بلغ سبعين يعني عيب على الإنسان الحق سبعين سنة وهو لا يزل لا يصلي لا يسجد لا يركع ثم يتكلم في أعراض الناس ويقول وهذه مقولة معروفة في مجتمعنا أنا لا أصلي مع المنافقين في المساجد هذه كلمة خطيرة على الإسلام والمسلمين والشاد لا يقاس عليه من تكون أنت حتى تحكم على الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والحبيب حي مع الصحابة والوحي ينزل فذاك الذي صحابي الذي قتله أراد قتله فقال لا إله إلا الله فقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قالها خوفا من السيف قالوا أشققت على قلبه قال لا إله إلا الله خلاص قالوا أشققت على قلبه فنحن كذلك لا نشق على قلوب الناس ولا نعرف ما في قلوب بعضنا لبعض لماذا نحكم عن الناس وهذا ضعف من الإنسان إذا لم يستطع أن يؤدي حق ما فرض الله تعالى عليه وما أوجب الله عز وجل عليه يتهم الغير حتى يريد أن يسطر عيبه أو أن يسطر جريمته أو أن يسطر خيانته مع ربه والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون هذه من الخيانة لمن ترك الصلاة لمن منع الزكاة لمن عطل شعائر الله والله تعالى أمرنا جميعا أن نعظم هذه الشعائر فإذا عاش العبد على طاعة الله عز وجل وزاد وزاد في الخير هذا من أعمال الخير والبر التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس خير قال من طال أمره وحسن عمله وأي الناس شر قال من طال أمره وساء عمله فنسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعته وأن يزيدنا من فضله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم تقبل صيامنا وقياما ودعاءنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم نفس قرب المقروبين من المسلمين في كل مكان وفرج هم المهمومين واقضي الدين عن المدينين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان